في النهاية هو ده قدرك أنك أنت برضو أكبر نادي في أفريقيا فده قدرك أن كل مباراة تبقى بالنسبة لك صعبة علشان تحفظ على الشكل ده هو ده التحدي أنك توجد حلول بقى للكصة حلول فنية مهمة جداً وتاني وتالت ورابع الدوافع النادي الأهلي لو عايز يكسب هيكسب أي حد جوا برا لو عايز يكسب هيكسب أنا بنزل الملعب أكيد عايز أكسب لكن بتعمل إيه عشان عايز يكسب هو ده المهم ما أكيد إحنا النادي اللي هل عايز ينكسب لك في النهاية هل الغل والقوة والقدرة على المكسب والفوز بالالتحامات والكرة التانية والكرة الأولى والكروسات والرغبة هل ده موجود؟ ما كانش موجود بالنسبة كبيرة زي ما بقولك أنا ببقى لقى أشياء قوي من أسماء المنافسين بقى لأ من حالة النادي الأهلي فبالنسبة لي فريق كبير فريق صغير مش هتفري كدير أبقى الآن جداً وأنا راح ألعب مع أي فريق لو أنا حالتي مش كويس الآن خالص لو أنا راح ألعب مع أقوى فريق بس أنا حالتي كويس يعني إحنا راح نلعب فاين الأفريقيا السنة اللي فاتت وأنا متطمن من حالة اللعيبة وعارف إن الرجل ده بيدافع كويس أوي فقلت هناك مش يدقل فينا جول ولو دخل فينا جول هنعرف يعني هنجيب جول ونعرف نعود بهم إن إحنا نجيب حاجة يعني فأنا كنت متطمن إنما حالة اللعب النادي الأهلي بص خليني برضو أقول حاجة عشان تبقى الأمور في مفيش حاجة مقلقة أوي يعني لما نجي نتكلم في إن إحنا محتاجين بعدنا جدية شوية أو إصرار شوية دي حاجة مش مقلقة يعني ده حاجة في المنتل بتاع العيبة يعني إحنا ممكن تقود نعمل اجتماع كده فنحمس بعض فنقدر نحلها يعني